السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم يا دا كاترة معاكم زملتكم من عمر الفرقة التانية من أسرة نكاح بدون جشع علاق طبيعي إن شاء الله هشرح معاكم محاضرة من محاضرة وطمانتة أناتهم واحد ومحاضرتنا بعنوان Nervous of 4R قبل ما نبدأ محاضرتنا ياريت ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويسبتهم ويكون فعونهم دايما ويرفع عنهم بالضرر ويقويهم ويربط على قلوبهم ويلطف بيهم الكونتنت هنتكلم عن Medial Nerv والUlner Nerv والRadial Nerv من حيث Course والRelations بتاعتهم يعني ماشيين إزاي في جسم الإنسان وإيه اللي جنبوهم ووراهم قدامهم Termination هينتهوا كإيه والBranches بتاعت الفور أرمي طول ما هما ماشيين بيدوا برانشات هنعرف برضو إيه البرانشات بتاعتهم وهناخد لو Nerv دا هصل له Injury إيه اللي هيأثر أو الإفكت بتاع التأثير بتاعه آدي زي ما قلنا إحنا هنتكلم عن Medial Nerv بس الميديل والUlner والRadial مش هنتكلم عن المسكولوكوتين واسع عشي إحنا عارفين إن هو ما جاء عند الكوبيتال فصة ماكملش في الفور أرم فبالتالي هو ما ظهر ليش في الفور أرم فمش هدرسه في الفور أرم أما Medial Nerv والUlner Nerv والRadial Nerv لأ دول كملولي في الفور أرم فهدرسهم في الفور أرم زي ما إحنا عارفين إن قادي الRadial Nerv دا باين لي من ورا أما لو بصيت على الفولر أسبكت أو من قدام على الفرنت بتاع الفور أرم هلاقي الUlner Nerv دا بيبقى الموسط Medial Nerv وهلاقي الميديل Nerv ماشي ميدل يعني في الميدل بتاع الفور أرم يعني في نص الفور أرم ودي برضو صورة تانية بتوضح أدي الUlner Nerv أدي الميديل Nerv وأدي الRadial Nerv اللي هو دا طبعا الRadial Nerv بيبقى أصلا هو بظاهر لي أكتر من ورا نحن عارفين إن البريكيا البليكسوس كانت بتنتهي في الأرم عن طريق نها بتدينا Terminal Branches أو Terminal Nervs اللي هما كانوا عبارة عن أربعة Terminal Nervs ماسكولكوتينوستنير ميدل نير ميدل نير ألنر نير وريديل نير ناخد سريعا كده الأورجن بتاع كل نير فيهم نحن عارفين إن إحنا عندنا ثلاثة Chords Lateral Chords Posterior Chords Medial Chords نحن عارفين برضو إن من اتحاد Lateral Chords مع Medial Chords إدانا Medial Nerv وقلنا عليه Medial Chords بقى نفسه بيطلع منه Nerv اللي هو Terminal Nerv اسمه Ulnar Nerv وال Lateral Chords بيطلع منه Terminal Nerv اللي هو اسمه المسكولكوتينوستنير وال Posterior Chords بيطلع منه Radial Nerv آدي كده يبقى الأربعة نيرفز تاني قلنا إن إحنا عندنا سليء سري كوردس الميدال نيرف بيطلع نتيجة التحاد اللاترال Chords مع الميدال كورد البوسير كورد بيطلع Radial Nerv وقلنا اللاترال كورد بيطلع المسكولكوتينوستنير والميدال كورد بيطلع isme بالرسمة آدي اللاترال كورد مع الميدال كورد إدوني الميدال نيرف وأدي الميدال كورد اللاني أولنر وأدي اللاترال كورد اللاني المسكولكوتينوستنير والبوسيريور نيرف هيديني البوسير نيرف اللي هو الرديال نيرف دي حاجة كده سريعاً ادي برضو لو قلناها حرف الام ان ادي اللاترال كورد مع الميديال كورد ده هيديني الميديال نيرف و ادي الريديال نيرف اللي قلنا بيبن من وراء ده عبارة عن ان البستير كورد بيديني الريديال نيرف ادي او الفور نيرفز ادي الميديال نيرف او ادي الالنر نيرف ادي الميديال نيرف و ادي الريديال نيرف بيقاورة بهايند اللي يمرس والمسكول كوتينواص نيرف كان بيطلع من اللاترال كورد اول حاجة هنتكلم عن الميديال نيرف احنا قلنا الارجن بتاع الميديال نيرف ان هو اللاترال كورد بيتحد مع الميديال كورد ويعملولي الميديال نيرف فده الارجن بتاع الميديال نيرف خدناه فوق في الار هنتكلم بقى عن الكورس والريليشنز بتاع 2 طول ما هو ماشي في 4 arm بيقولك اول حاجة ان الميديال نيرف بيدخل 4 arm عن طريق انه هو بيعدي between the two heads of البرونيتورتيرس زي ما احنا اخدنا ان البرونيتورتيرس بيبقى ليها two heads supernatural head بنسميها هيمرى الهد وليها deep head بنسميها ulner head قلنا ان الميديال نيرف بيعدي between the two heads of the brونيتورتيرس اللي هو احنا قلنا البرونيتورتيرس بيبقى ليها two heads واحدة superficial واحدة deep عد السوبرفيشيلوالديب بتبقى ببقى من ورا. هو بالضبط بيعدى في agree between ال two heads دول. بقولك م Vi accordingиной المحال الروي با ايديب هييد هو البرونيتورديريز باي احنا قلنا ان هو يعني ماانله بيعgran Nashville بتبقى السوبرفيشيلة الهد دولي وورا الديب هييد بتاعته وورا الديب هييد بتاعته البرونيتورديريز هتلاقي فيه عادة كده اسمه يعني وراه عن طريق الديب هيد jud сд وغ strengthen chronic ring وثبتون نفس الثاني نفس الان والديب هيد والديب هيد بتبقى غير هو ماشي between the two heads ADI بالضبط ADI هو ADI medial nerve ماشي ADI superficial head هو ماشي ورا superficial head نايم على DEEP HEAD هو نايم على DEEP HEAD ورا DEEP HEAD ظهر لي الالنر ارتري اللي هو ده يعني ADI DEEP HEAD هو ماشي الالنر ارتري ورا DEEP HEAD فبالتالي الديب هيد دي فصلت بتاعت البرونيتور تيريس فصلتلي الميديال نيرف اللي ماشي فوقيها عن الارنر نيرف اللي ماشي اول عن الارنر ارتري قصدي اللي ماشي تحتي ده اول كورس او اول relation تاني حاجة يبقلك ان هو بعد كده بينزل descend between الفليكسور ديجي تورم بروفاندس والفليكسور ديجي تورم سوبرفشيالس بقلك ADI الميديال نيرف هو خلاص ADI البرونيتور تيريس الدي السوبرفشية الهد بتاعتها والدي بهد من وره هو هو نازل بقى بيبقى نازل between two muscles هو الفليكسور ديجي تورم بروفاندس هو بيبقى نازل بالزبط نايم على الفليكسور ديجي تورم بروفاندس يعني ADI هو نازل نايم عليها مغطيه من فوق الفليكسور ديجي تورم سوبرفشيالس يعني معنى كده اهي متغطي من فوق بالفليكسور ديجي تورم سوبرفشيالس يعني هو في الاول كان نازل between two head بتاعت البرونيتور تيريس وتفصل عن الالنر ارتري عن طريق الديب هيد بتاعت البرونيتور تيريس بعد كده هو نازل في الميدل او في الميد بتاع الفور ارم في منتصف الفور ارم نازل between two muscles واحدة هو نايم عليها او واحدة تحتيه واحدة مغطيه من فوق اللي تحتيه هي الفليكسور ديجي تورم بروفانس واللي من فوقيه هي الفليكسور ديجي تورم سوبرفشيالس مغطيه كله من فوقيه بيقول لك بعد كده ان خمسة سنتي فوق الرست الميدال نيرف قبل خمسة سنتي كده فوق الرست بيبقى سوبرفشيال يعني ايه سوبرفشيال؟ يعني على السطحة خالص يعني مجرد متغطي بسكن وفاشي فاي خطر او اي تعويرة اي انجري في المنطقة دي يعني في المنطقة اللي فوق الرست بخمسة سنتي دي هتكده انت قطعت الميدال نيرف دايريكت عشان كاي بيقولك ان المنطقة دي بتبقى دي منطقة خطر جدا عن الميدال نيرف لان اي انجري بسيطة هتقطع الميدال نيرف عشان هنا هو سوبرفشيال يعني مجرد متغطي بسكن وسوبرفشيال فاشي ادي الميدال نيرف نازل اهو مغطيه من فوق السوبرفشيال اهي الهد اللي هي سوبرفشيال ومن تحت الديب هيد اللي هي بينا من وره دي بعد كده بيقولنا الديب هيد دي لو اخدين بالنا الالنر ارتي بنازل معي بينفصل الميدال نيرف عن الالنر ارتي عن طريق الديب هيد اللي هو الالنر ارتي هيبقى ماشي وراه بعد كده بيظهر ان الميدال نيرف بعد كده هيظهر هيمشي بقى هيبقى ماشي في الميد لاين وفي الفور ارم هيتفصل أو هو ماشي بين two muscles flexor digitorum profondus و flexor digitorum superfacialis قادي flexor digitorum profondus و flexor digitorum superfacialis هو نازله قادي هو مفروضا ما هينزل هتبقى قادي flexor digitorum profondus بتبقى مغطيه اللي هيقدي flexor digitorum profondus هو ماشي عليها أما السوبر في الشالس هي superfacialis يعني فوق فهي بتبقى مغطية medial nerve من فوق يعني قادي medial nerve هو نازل نايم على superficial profondus واللي مغطيه من فوق بتبقى flexor digitorum superfacialis مغطيه كل من فوق اهو دي اتوضح لك اكتر اه دي medial nerve نازل اهو بينزل في الميد لاين اوف ال 4R هتلاقيه هو بيبقى نازل direct نايم على flexor digitorum profondus اللي هي دي دي flexor digitorum profondus هو نازل نايم عليه مغطيه من فوق flexor digitorum superfacialis هو هنا مقطوع هاي دي flexor digitorum superfacialis بتروح مغطيه medial nerve كده يلا طبعا ليها توهد فبتروح مغطيه medial nerve يبقى هو نازل فعلا between the two muscles دو نايم على flexor digitorum profondus وفوقيه او مغطيه او مغطيه flexor digitorum superfacialis قلنا 5 سنتي above the wrist بيبقى superfacial اهي ادي الرست 5 سنتي فوق الرست بيبقى superfacialis مجرد نغطي بي skin superfacialis فهيبقى سهل ان هو يحصل له injury في المنطقة دي فالمنطقة دي بتبقى خطر dangerous area for mid nerve البراند تاني حاجة نتكلم عنها البرانش بتاعة medial nerve اول حاجة بيدي muscular branch وبيدي cutinus branch بيدي articular branch وبيدي اخر حاجة communicating branch اول حاجة muscular branch يعني راح يغزي muscles بيقول لك بيدي muscular branch لو هو في منطقة الكوبيتال فصة في منطقة الكوبيتال فصة بيدي muscular branch يتروح تغزي اربعة muscles four muscles اول حاجة البرونيتور تيريز اللي هو ماشي ما بين التو هيتز بتوعها تاني تاني مصل flexor carby radialis تالت مصر البلمارس longus رابع مصل flexor superfacialis اللي هي كتنغطيها هو نازل في الميدلين او في الفلكسور او او في الفور يبقى في كوبيتال فصة يجي سؤال يقول لك medial nerve بيدي muscular branch ان كوبيتال فصة ويقول لك مثلا يجيب لك برونيتور تيريز flexor carby radialis مثلا flexor drigeturums ويجيب لك مصل تاني يقول لك مثلا flexor carby النارس فيبقى بيغزي كل 3 muscles دول معدل flexor carby النارس يبقى في منطقة الكوبيتال فصة بيغزي four muscles اللي هم دول بعدكه بيدي برانش تاني muscular branch اسمه anterior interoceus nerve احنا سمعنا الاسم ده قبل كده anterior interoceus artery قلنا anterior interoceus artery ده يعطور branch من ulnar artery بيبقى ماشي anterior للinteroceus membrane خلينا فاكرين المعلومة دي برضو هنحتاجها هنا بيقول لك ان تو التاني branch muscular branch بيدي medial nerve اسمه anterior interoceus nerve الانتيرo interoceus nerve ده بينزل للغزي two muscles and the half يعني عضلتين ونص وبيغزي two joints في الاول قبل ما نعرف بيغزي ايه هنعرف هو ماشي ازاي او طالع منين وماشي ازاي وبينتيفي بيقول لك ان الانتيرo interoceus nerve ده طالع من الميديال nerve قادي الميديال nerve الانتيرo interoceus nerve بيبقى طالع من الميديال nerve بيبقى يبقى هو الورجن بتاعه ان هو تأريز from الميديال نيرف between two heads of البرونيتور تيريس يعني الميديال نيرف هو نازل between two heads of البرونيتور تيريس بيروح مطلع لك البرانش اللي هو اسمه anterior interoceus nerve هيمشي فين الانتيرo interoceus nerve اسمه انتر اوسيس فيفضل مكمل على الانتر اوسيس من الانتر اوسيس منبرين بيقولك ان هو بينزل يكمل على الانتر اوسيس منبرين بينتيه فين بيقولك ان هو بيفضل نازل مكمل 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 لحد ما يوصل لمسلز اسمها بيروناتور كوادريتس هي من اسمها كوادريتس يعني مربعة اول ما يوصل عند البرونيتور كوادريتس بينزل ديب ليها وينتيه عندها يبقى ثاني الورجن طالع من الانتر اوسيس نير بيطالع من وهو فين وهو بين البرونيتور تيرس بيمشي فين بيمشي على الفرنت بتاع الانتر اوسيس منبرين وز اهم كلمة انها بيقاماش الانتر اوسيس ارتري الانتر اوسيس ارتري ده هو طالع من الالنر ارتري بيقولك ان احنا قلنا انها بيبضل في الكورس بتاع انها انه هو بينتهي ديب للبرونيتور كوادريتس هو باك انها ديب للبرونيتور كوادريتس يعني هو بيطلع والمديل نيرف بتوين البرونيتور تيرس وبيخلص ديب للبرونيتور كوادريتس في فرق دي التانية كالتيرس دي كوادريتس طيب البرانش بتاع بقى بيقولك ان اللي احنا قلنا انه بيغزي تو ماصلز ده فهيغزيها وبيغزي الفلكسور بوليش لونغس وهم كلمة بقى ودي اللي مهمة جدا انه بيغزي اللاترال مهمة جدا بيغزي اغزي اللاترال منها منها بيتغزى به 势 على طريق الانتيريون انتر اوسي عشان هناخد بعد كده ان اللاترال نيرف بتاعها بيتغززة بنيرف تاني خالص. يبقى تاني يبقى الفليكسور ديجيتورام بروفندس بتتغززة بتو نيرفس. اول نيرف من احنا قلنا دلوقتي اللي هو بتتغزز بالانتيري انتر اوسياس نيرف انه هو يعتبر برانش من الميديال نيرف. وده اللي بيغزي اللاترال هوف. والميديال هوف بتتغززة بنيرف تاني هنعرفه بعدين. يبقى التو ماصلز اندهوف اللي بيغزيهم. اول ماصلز اسمها البرونيتو الكوادريتس ماصل اللي هو ماشي ديب ليها فطبيعي هيغزيها. والفليكسور بوليش اسلونجاز بتبقى جنبه برضو بيغزيها. ادي كده التو ماصلز الهاف ان هو بيغزي اللاترال هوف اوف الديجيتورام بروفندس. الارتيكولر بيعني الارتيكولر يعني هيد مفصل. هوا عدى على انهي مفصل. عدى على الرست هو معداش على القلب وهو كان تحت القلب. يعني هو اما جيه طلع من الميديال نيرف وهو بين التو ماصلز او تو الهيد اوف البرونيتو يعني تحت ما عداش على القلبه فمش هيغزي القلبه. هيغزي الجوينتس اللي عد عليها اللي هو الرست اللي تحت وهيغزي انفيريور ريديو قلنر جوينت. احنا عارفين احنا عندنا تو يعني ادي الريدياس وادي القلنة في من فوق ما بينهم في من فوق ما بينهم سبيريور ريديو قلنر جوينت وفي من تحت جوينت اسمه انفيريور ريديو قلنر جوينت. هو بقى هيغزي الانفيريور ريديو قلنر جوينت وهيغزي الرست. ده كده الغزة. يبقى اول برانش تاني. موسكولر برانش هل انت في الكوبية الفصة هقولك اوه. الكوبية الفصة. الميديال نيرف بيدي برانشات تغزي برونيتور تيريس فيليكسور كاربي. رادياليس بالماريس لونغس. فيليكسور ديجتورام سوارفشيات. وبيدي برانش تاني موسكولر برانش برضو اسمه انتيرو انتر اسيس نيرف. انتيرو انتر اسيس نيرف ده بيطلع من الميديال نيرف وهو بتوين التو هيد اوف البرونيتور تيريس بيفضل ماشي انتيرو الانتر اسيس مبراين مع الانتيرو انتر اسيس ارتري. بينتهي ديب للبرونيتور كوادريتوس اللي هي قبل الرست. بينتهي ديب للبرونيتور كوادريتوس. البرانش بتاعته بتغزي التو مصل اندهاف. التو مصل البرونيتور كوادريتوس والفليكسور بوليش اسلونغس. وبيغزي اللاترال هاف اف الفليكسور digitorum profondus بيغسل اللاترال هاف اف الفليكسور digitorum profondus مهمة بيغسل جزء اللاترال وبيدي تو جوينت اللي هو الريست جوينت والانفيريور ريديو اولنر جوينت 坐 بالك إن الإنفيريور ريديو اولنر جوينت يتغذى بالانتيريور انتار اوسيس نير اللي هو جزء من الميديال نير يعني معنى صح إن جزء اللي تحت الإنفيريور ريديوrator جوينت يتغذى بالبرانش من الميديال نير بعد كده ما ناخد بتاعة الميدال نيرف ذات نفسه هللقين هوا بيغزي جزء السوبيريور رديو ألنر جوينت فييجي يقولك بيتغزى بالميدال نيرف يعني نفسه هتقوله لا ده بيتغزى ببريانش منه اما issoبرية рыديو ألنر جوينت بيتغزى بالميدال نيرف ادي دي رسمة بيقولك هو ادي الميدال نيرف ده الميديال نيرف بيدي برانش اللي هو قلنا anterior interoceous nerve between the two heads of the brunetor tears anterior interoceous nerve ده قلنا بيغزي two muscles under half بيغزي brunetor quadratus muscles بيغزي flexor bulishes longus وبيغزي flexor digitorum profundus lateral half منه بعد كده أما الميديال نيرف نفسه قلنا بيغزي في منطقة الكيبيتال فصة بيغزي أربعة muscles الفليكسور digitorum superfacialis بيغزي الفليكسور carpiradialis ويغزي brunetor tears وبرماريس longus ده كده muscular branches of الميديال نيرف برضو دي صورة بتوضح تاني هذه الميديال نيرف بيدي برانش يغزي برونيتور تيريس ده في الكيبيتال فصة والفليكسور digitorum superfacialis والفليكسور carpiradialis والبلماريس longus ده في الكيبيتال فصة وبيدي منه برانش اسمه الانتيريو انتر اوسيس نيرف ده بينزل على الانتيريو انتر اوسيس اه اللي هو ده بينزل على الانتيريو انتر اوسيس ميبرين ويغزي two and half muscles بيغزي 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 digitorum profundus بيتغزي بالألنر نيرف وده هنعرفه بعده ادي كده اول حاجة اللي هي المسكول او المسكولر برانش بتاعة الميديال نيرف تاني حاجة بيقولنا انه هو بيدي كوتينواز برانش الكوتينواز برانش اللي بيديها الميديا الميديال نيرف بيدي برانش اسمه بلمر كوتينواز برانش بلمر يعني عند منطقة البالم بتاعة الهانت كوتينواز وبيقي كتير في LG إن البولمر كوتينواز برانش ده ده بzeniaعرفين ده بيعد ده اي خذنا احنا من الرسمه شيفينه 間 Edel medial nerve طلع منه البارما البولمر كوتينواز نيرف البولمر كوتينواز نيرف ده بيعدي سبرفيشيال للفلكسور ريتيناكلم عشان يغذى إيه بقى؟ عشان يغذى Lateral two-thirds Lateral two-thirds of the bulb 셋اني بيغذى Lateral two-thirds of the bulb يعني قادي هو داخله هو سوبرفيش LG بيروح بقى يغذي اللاترال توسير دوف البالوم يعني بيغزي طلتين البال من ناحية لاترال مهم جدا ان وا demi اعرف انه بيغزي طلتين ناحية لاترال باردو ت بتاع اللاترال بتاع اباب اللو هوا ناحية لاترال بعد كدهار تاني برانش بديني ارتيكولر برانش يعني هتغزي John إيه الجوينتس اللي الميدال نيرف عد عليها عد على القلبه من فوق عد على هو فعد على القلبه وعد على السوبيريور ريديو ألنر جوينت من فوق وقنا دول التو جينت اللي هيغزيهم إتسلف تب الرست والإنفيريور ريديو ألنر جوينت هو برضو بيغزيهم بس ده مش إتسلف ده بيغزيهم عن طريق الأنتيريور انترقوسيوس نيرف بتاعه بيقولك بعد كده آخر حاجة إنه بيدي كوميونيكيتنج برانش إنه بيقولك إنه بيدي سي سبعة أو بيدي برانش كده بيروح يغزي أو بيروح يتحد مع الألنر نيرف آدي الميدال نيرف بيطلع منه كوميونيكيتنج برانش صغير كده بيروح يتحد أو بيروح لي الألنر نيرف يبقى آدي كده الكل البرانشز بتاعة الميدال نيرف يبقى البرانشز تاني بيدي موسكولر نيرف بيدي موسكولر برانشز على حسب أنت في الكوبيتال فصة يبقى تغزي أربعة موسلز طب بيدي تاني حاجة برضو anterior interocious nerve ده muscular branch بيغذي two muscles and half وبيغذي two joint وقلنا two muscles بتاعته مهمة جدا نعرف ان two muscles هما وبيغذي الهالف ده اللي هو ايه lateral half of flexor digitorum profundus لو عايز تكتبها كاملة بتكتب ان flexor digitorum profundus بتتغذى ان هي muscles واسمها نصين عبارة عن lateral half و medial half lateral half بيتغذى عن طريق anterior interocious nerve اللي هو branch من medial nerve اما medial half بيتغذى به ulnar nerve فهيكاها بتتغذى بتو نيرف سؤالي في الامسكي يقول لك flexor digitorum profundus بتتغذى بنيرف واحد لا هي بتتغذى بتو نيرف وانا الناو بيدي articular branches اللي هو anterior interocious nerve بيدي articular branch لل wrist وال inferior radial joint يجيب لك يقول لك الرست وال inferior radial ulnar joint وال superior radial ulnar joint من فيهم اللي بيتغذى بال medial nerve itself يبقى السوبيريور طب من اللي بيتغذى بال medial nerve هما كلهم بيتغذوا بال medial nerve بس هل انت عايزهم itself فاقول لك superior radial ulnar joint النيرف اسمه بالماركوتين واسبرانش بالماركوتين واسبرانش بالماركوتين واسبرانش ده بيمشي سوبرفيشيا يعني فوق الفليكسور ريتينكلام وبيروح يغذى lateral two third of the palm lateral two third of the palm اللي هو في الرسمة زى ما احنا شايفين دو lateral two third of the palm واخر حاجة انه قلنا بيدي articular للقلب وال superior radial ulnar joint وبيدي communicating بيدي branch صغير كده بيروح لألنر nerve communicating branch ده كده صورة مجمعة الكورس والبرانشز بتاعته الكورس بتاعه انه هو في الفور ارم مدخل بتوين two heads of elbronator والتيرز السوبرفيشيا والديب وبعد كده فدل نازل في الميدل او في الميدل line او في الفور ارم وبعد between two muscles الفليكسور ديجيتورام بروفندس هو نايم عليها ومغطيان من فوق الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشيا بعد كده خمسة سنتي أباظ الرست لقناه انه هو بيبقى سوبرفيشيال يعني سوبرفيشيال يعني مجرد متغطي بسكن وفاشية سوبرفيشيا الفاشية فبالتالي دي منطقة دينجرس انه هو ممكن بسهولة يحصل له قط او يحصل له انجلي لو حاجة حصلت في المنطقة دي قلناه قلنا بعد كده ان البرانشيز بتاعته انه هو بيدي برانشيز في الكيوبيتال الفصة فور موسكولر برانشيز يغزوا الفور موسيقل في الكيوبيتال الفصة وبيدي او حتى بيقولك هو انه هو بيدي موسكولر برانشيز النارز وتقولك تقول لي اكسبت فالاكسبت هنا اللي هي الفلكسور قربي النارز دي مش بيغزيها الميديال نيرف وبعد كده قلنا بيدي برضو انتير انتر اوسيس نيرف ده بيغزي اللاترال هوف وفي الفلكسور ديجتوران بروفاندس وبيغزي الفلكسور بوليشيز وبيغزي الفلكسور بوليشيز لونجس وبيغزي البرونيتر وقلنا انهو بيدي في الاخر كوتينوست نيرف اسمه بالمر كوتينوست نيرف ده بيغزي اللاترال تو سير دوف البال وبيقاماشي سوبرفيشيا للفلكسور ريتيناء وقلنا انهو بيدي ارتيكولر طبعا للقلبو والسوبيري ريديو ألنر جوينت دايريكت وبيدي للرست والانفير ريديو ألنر جوينت اندائريكت عن طريق الانتيريور انتراوسيس نيرف بتاعه وقلنا في الاخر انهو بيدي كومينيكيتنج برانش برانش صغير كده يروح للالنر نيرف اللي هو سي سبعة يروح للالنر نيرف دي كده كل الكورس بتاع الميديا نيرف البرانش بتاعت الميديا نيرف بعد كده هنتكلم عن الافكت أوف الانجري أوف الميديا لو حصل بقى انجري للميديا نيرف تروح انت حضريرك تقول لي كلمتين هل الانجري حصلت أباظ للقلب ولا بلو القلب هقولك تفرق أو تفرق لو أباظ القلب بيقولك أول حاجة أباظ القلب يعني الميديا نيرف ذات نفسه هو اللي تقطع من قبل ما يدي أي برانش فهو بيقولك ان هيحصل سينسوري لوس وموتور لوس أو افكشن بيقولك أول حاجة السينسوري لوس ان اللاترال تو سيرد وفي البال وفي الهند واللاترال تو سيرد فينجرز هيحصل لهم لوس للسينسيشن بتاعه احنا عارفين الميديا نيرف في الآخر بيديني البالمر كوتين واس نيرف طب حضرتك قطعتلي الميديا نيرف من فوق فبالتالي هو مش هيدي أصلا البالمر ميديا فإحنا عارفين البالمر كوتين واس نيرف كان بيغذي بتاع البال وبيغذي اللاترال تو سيرد تو هاف فينجرز يعني بيغذي تو سيرد اف البال يعني مثلا في صورة اهي البالمر البالمر نيرف او بيروح يغذي اللاترال تو سيرد اف البال وبيغذي 3 and the halves 3 and the halves 1, 2, 3 and the halves fingers من البالم بيقولك ان هو بقى فانت بالتالي هو بيغزي الجزء ده انت قطعت medial nerve يعني ما مداش يعني انت قطعت كمان البالمر كوتين وس نيرف مش هيدي البالمر كوتين وس نيرف منت قطعه من فوق فبالتالي هيجيه بحصل لص لللاترال تو سيرد اف البالم اف الهند واللاترال تو سيرد اف البالم اف الهند يحصل سنسوري لوس لهم ويحصل سنسوري لوس برضو لللاترال 3 and the half finger بيقولك يعني ايه الدورزا احنا عارفين احنا زي ما قلنا ان احنا عندنا في البال اللي هو ما فيهوش دوافر الدورزام هو اللي فيه دوافر بيقولك ان انت ما تفقد هيحصل سنسوري لو قطعت الميديا عند الابوف القلب ويحصل سنسوري لوس قلنا احنا خلاص قلنا ايه هيحصل لللاترال تو سيرد وفي البال اللي هما التلاتة ونص فنجر يحصل لهم لوس في السنسيشن بتاعه عشان البالمر كوتين واس نيرف اصلا الميديا لنيرف اتقطع فهو كان بيدي البالمر فالبالمر خلاص بيقولك مع عدد دورزام او بص خباك ان احنا لو بصينا هنلاقي ان هو الدورزام فلقينا ان هو برضو حصل سنسيشن في الدور حصل لوس في السنسيشن بتاع الدورزام 3 and the half fingers اللي هما اللاترال 3 and the half fingers بس الدستل احنا عارفين ان الايد او الصباع او الفينجر بيتكون من 3 فلانجيس وان الجوينت اللي هنا بنسميه distal joint اللي هو ناحية العقلة اللي فوق خالص وفي جوينت بنسميه proximal joint بيقولك بقى ايه ان هيحصل لوس في السنسيشن بتاع اللاترال تو سيرد او اللاترال تو سيرد او في البالم اللي هما 3 and the half fingers اللاترال 3 and the half fingers مع عدد دورزام الدورزال بتاع البروكزيمال فلانجيس دي البروكزيمال فلانجيس مش هيحصل لها لوس الدورزام بتاعها مش هيحصل لها لوس حتى لو اخدين بالنا هو ملون الدورزال فلانجيس او ملون الدورزال اسبكت بتاع الديستال فلانجيس اما البروكزيمال فلانجيس محصل لهاش لوس عشان كاي بيقولك هنا ان هو يحصل accept الدورزال surface of البروكزيمال فلانجيس مش هيحصل لها لوس في السنسيشن بتاعها طيب تاني حاجة انت قطعته فوق القلبه فمعنى كده ان المسكولر برانش اللي كان بيغزيها اللي هما الاربعة مصيلز اللي كان بيغزيهم هيحصل لهم لوس هما كمان فبقولك اول حاجة احنا قلنا ان هو كان في الكيبيتر كان بيغزي البرونيتور تيريس البرونيتور تيريس كانت مسؤولة عن البرونيشا من اسمها برونيشا فيحصل لوس في البرونيشا واحنا قلنا برضو ان هو كان بيدي برانش اسمه anterior interoceous nerve كان بيروح يغزي البرونيتور كوادريتس طب ما انت قطعت الميديا النيرف من فوق يعني كل اللي تحت كل تحته بوز كان بقى البرانشيس بتاعت الانتيريور انتر اوسيس مش هيتغزة خلاص البرانشيس بتاعت البالمر كوتين واس نيرف مش هيتغزة خلاص فبقولك ان اول حاجة هيحصل سنسوري هيحصل حنا قلنا خاص سنسوري لوس هيحصل موتور لوس هيحصل لوس للبرونيشا ان الشخص مش هيقدر يعمل برونيشا ليه عشان البرونيتور تيريس اللي بيغزيها الميديا النيرف اتسلف بوزت والبرونيتور الكوادريتس اللي بيغزيها الانتيريور انتر اوسيس نيرف اللي جزء من الميديا النيرف بوزت هي كمان فيحصل اول حاجة لوس في البرونيش هيحصل ويك فليكشن اوفي الرست واز قابدوكشن اوفي الهند ويك فليكشن يعني هيحصل لوقت تنتني الرست هيبقى تتنيب بشكل بطيق او شكل صغير مش هيحصل استرونج فليكشن انت تتني ايدك او تتني الرست لا هيحصل ويك فليكشن ليه عشان انت اصلا انت ما احنا قلنا ان النيديال نيرف كان بيغزي الفليكسور كاربي ردياليس والفليكسور دجي تورام سوبرفشياليس وكان بيغزي نتيجة انه حصول برح victory بكل الفليكسور باعت الرز ما عادة ودي اللي ممكن تيجي المسي كيو بنسبة كبيرة الفليكسور كاربي ألناريس الفليكسور كاربي كاربي ألناريس قلنا الميديال نيرفو مش بيغزيها وده وهي دي اللي هتسبب weak flexion ليه مع انت واحد يقول ليه انا بعد ما قطعت كل الفلكشن ليه ما حصلت او كل الفلكشور ليه ما حصلش لص للفلكشن كله هقولك عشان لسه فيه المسلز اللي اسمها الفلكشور كاربي النارز موجودة فدي بتعمل فلكشن دي ما بتتغذاش بالميديال فهي لسه زي ما هي عايشة وكمان اللي احنا قلناها الميديال هاف وفي الفلكشور ديجتوران بروفندس ما بازتش احنا بوزنا اللاترال عشان يتغذات بالميديال اما الميديال هاف منها مش بيتغذة بالميديال نيرف فبالتالي ده ما بص لسه شغال فعشان كده هيحصل weak flexion weak adduction للهند 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 طيب يبقى احنا يعرفنا لص للبرونيشن عشان كل البرونيزور البرونيتور تيريز والبرونيتور كوادريتوس بازوا عشان دول بيتغذوا بالميديال نيرف اسكان او عن طريق الانتيري انتراوسيس نيرف قلنا حصل weak flexion للرست قلنا ايه سعب weak flexion للرست ان كل المسلز بتاعت الفلكسور بازت بس ما عادة الفلكسور كاربي النارز لسه شغالة والميديال هاف أوف الفلكسور ديجتوران بروفندس لسه شغالين عشان دول مش بيتغذوا بالميديال نيرف عاملين weak flexion في الرست مع adduction of الهند بيقول لك هيحصل دوس للفلكشن وبتيجي لو عارف ما حد يجي سبح بيعد على صابه على بيلمس بالسام بيلمس كل تب بتاعت الفنجرز البقيين دي كده وضع البروني فهيقول لك ان هيحصل لص للفلكشن والاوبوزيشن بتاع السام السام بنفسه مش هيبقى عارف يعمل ومش هيبقى عارف يعمل اللي هو يروح يلمس التب بتاعت الفنجرز التاني ليه نتيجة انه حصل براليسيس في الفلكسور بوليشيس لونجس و بريفس وهيحصل براليسيس المسلز دي موجودة في الهند فانت لو الليان مسلز دي الابينس بوليشيس دول موجودين في الهند فلو درست الهند ان شاء الله السنة دي هتعرف المسلز دي المسلز اللي هي اسمها وبينس بوليشيس دي بتبقى مسؤول ان يحصل من اسمها وبوزيشن للسم والفلكسور بوليشيس لونجس و بريفس لونجس يعني طويلة بريفس يعني صغيرة مسؤولين ان يحصل فلكشن للسم فبالتالي اما يبوز المسلز دي برضو مسلز دي بتتغذى بالميديا النيرذ بس في الهند اما يدخل الهند ده يقول لك ان ده المسلز بتتغذى بالميديا النايرف اما ما يحصل قطر الميديا النايرف في عند القلبو المسلز دي هي كمان هاتبوز هيحصل لها اللي هم مسؤولين على وهيحصل اللي هي مسؤولة على فهوم deep فيحصل على شكاب يقول لك على الحنيل في الفليكشن والابوزيشن وبالسام بنتيجة ان حصل براليسز للفليكس وبوليشز لونجس وبريفز وحصل براليسز للأوبينيس اللي هي في المسؤولة عن بتاع السم. فبيقول لك ان الديفورميتي بقى دي جمعها لك على بعض وقال لك دي هنسميها اي بي ان هانت اي بي هانت. اول حاجة بقول لك ان في الديفورميتي دي هتلاقي ان الشخص جاي لك عامل احنا قلنا دوس في الفليكشن بتاع السم. فتلاقي عامل اكستنشن اكستنشن في السم. وعمل هنعرف باردون دلوقتي في حاجة اسماها السينار موسيلز. المسيلز اسمها الدكتور بوليشز بريفز اي الدكتور. الدكتور يعني تبعد. دي باردوت بتتغزى في الميديال ể في الهانت. فالميديا النيرف ما اتقطع فالقاددكتور بوليشز بريفز دي بازت. فما الدكتور بوليشز بريفز دي بازت Đây حصل. ايد دكشن لي السمب مش يحصل اي بدقش. تاني حاجة يحصل لص في الاوبوزيشن. السمب مش يبقادر ان هو يعمل اوبوزيشن ونتيجة ان حصل في الاوبينيس بوليشيس. ويحصل دي عبارة عن جروب كده من المسلز موجودة عند السمب كده هنشوفهم دلوقتي برضو دول بيتغزوا بالميديا النيرف. فانت ما تقطع الميديا النيرف هم كمان بوزم. فالشخص ده لكن هو يقول لك يوصف لي او يقول لك كل من ده صح ما عادة. في الديفورميتي اللي هي الاب هاند. هيقول لك مثلا السمب ابداكتد. لا هو اددكتد. هو اكستينشن وابداكشن. ويحصل لص في الاوبوزيشن. ويحصل في السينر مسل. ادي السينر مسل. هم عبارة عن جروب من المسلز كده موجودين عند الثمب. بالتالي انت ما تقطع الميديا النيرف كده حدك بواسط السينر مسلز ده. دي كانت مسؤولا يحصل اوبوزيشن للسمب. فبالتالي انت بوصطها فمش هيحصل اوبوزيشن للسمب. الابدكتور كان بتعمل ابداكشن للسمب. فبالتالي انت بوصطها مش هيحصل ابداكشن هيحصل ابداكشن. الفليكسور بوليشيز بريفس والفليكسور بوليشيز لونجس. قلنا دول برضو بسؤولين عن الفليكشن بتاع السمب فانت بوصطهم فيحصل اكستينشن للسمب. الابدكتور بوليشيز هتبوز برض. ادي الشكل ما يحصل سينر ويستينج هتلاقي ان الشخص ده يضو بالزبط بالشكل ده. بس تحسني في حاجة دخلة لجوه دي نتيجة انه حصل سينر ويستينج. ادي تاني لو هنعمل مراجع يبقوا احنا قلنا اول حاجة هتحصل هيحصل سينسوري لوس. احنا بنكلم اباف القلب ويحصل سينسوري لوس. هيحصل سينسوري لوس ان البالمر كوتينوس نيرف اللي كان بيطلع يغزي الـ to third. الـ lateral two thirds of the palm. هيبوزه. دول هيبوزه. lateral two thirds of the palm. واللهم هم three and the half fingers. الـ lateral three and the half fingers هيحصل هيفقد هيحصل فيهم سينسوري لوس. معه بعد ضررزالب سيرفز بتاع البروكسما الفلانجيز دايما هو ملك كده البروكسما الفلانجيز دول مش هيحصل له ملك سانسيريلوس طيب تاني حاجه قلنا انحصول الموتور بالراليسيس قلنا هيفقد البرونيشا نتيجة ان البروناتر الكوادريتاس والبروناتر تيرس بازو فهيحصل لهم باراليسيس تاني حاجة هيحصل ويك فليكشن وفي الرست قلنا ليه هيحصل ويك فليكشن وفي الرست عشان كل الفليكسوردز بازوا بس ما عادة الفليكسور كاربي النارز والميديا الهاف فدول لسا عامين فليكشن بس بسيط وقلنا هيحصل لصف الفليكشن والأوبوزيشن بتاع السم ليه عشان حصل للفليكسور بوليشز لونجس وبريبس وحصل paralysis للأوبينس بوليشيس اللي هما كانت بتعمل opposition فيحصل لص لكل الفلكشن بتاع الصم ويحصل لص للأوبوزيشن بتاع الصم قلنا من الديفورميتي دي اسمها A, B, E, hand قلنا هنلاقي ان الصم ده extension وي adduction مضموم للجنب الإيد كده تاني حاجة هنلاقي هيحصل لص في الأوبوزيشن الصم ده مش يقدر يعمل أنه هو يروح يلمس التب بتاعة بقية الفينجرز ويحصل ويستنج في السينار موسيلز اللي هما قلنا بيتغزوا بالmedial nerve لو جينا نشوف الرسم اهو دي الحالة هتلاقي الشخص جاي بالضبط يعمل السينار موسيلز بايزين فهتلاقي عنده زي فيه مفروض يبقى فيه زي بلك كده هنا لأ هتلاقي مفيش بلك ده هو إيده جاي لجوه داخل الجوه كده ده كده حصل ويستنج فيه السينار موسيلز دي A, B, hand هتلاقي ان هو الإيد بتاعته الاسمب بتاعه بيبقى extension وهتلاقي ان هو ويتلاقي ان هنا فيه زي فيه هنا الجزء مش بلك يعني هتلاقيه داخل لجوه كده يبقى فيه حصل ويستنج في السينار موسيلز والسمب ده لو جيت تقول اعمل اطراف صابعك التانية مش هيعرف يلمس ده كده لو الانديري حصلت طيب لو حصلت بقى يعني تحت يعني بلوء القلب هيحصل برضو ويحصل موتور لوس اول حاجة بيقول لك نفس الكلام احنا مش قلنا ان البالمر كوتين وسنيرف ده بيطلع من الميديال نيرف يعتبر قبل الرست كده وبيدخل يبقى سوبرفيشيا للفليكسور ريتناكل فمعنى كده ان لسه احنا قطعنا الميديال نيرف تحت فوق الرست بشوية يعني هو بمعنى صح ادى البالمر كوتين وسنيرف فمدى البالمر كوتين وسنيرف فهيحصل سنسيريلوس لما يتقطع هيحصل سنسيريلوس لاللاترال سيرد سري اند هاف فينجرز نفس الكلام برضو ما عادى الدورزل سيرفيس بتاعتهم بتاعت البروكسيمال فالنجيس اللي هما اللي تحت مش هيتأثروا هيتأثر اللاترال سري اند هاف فينجرز واللاترال تو سيرد برضو بتاعت البالمر هيحصل لهم باراليسيز هيحصل لهم قصدي قصدي سنسيريلوس هيفقدوا السنسيشن فيهم هيحصل موتور افكشن برضو نفس الكلام هيحصل ان الميديا النيرف تقطع فهو كان داخلي يغزي السينر موسلز هيحصل لها باراليسيز وهيحصل باراليسيز للون اند تو لمباريكانز نكبر الصورة ادي السينر موسلز اللي هي قلنا بتبقى موجودة عند الصم ادي الفيرست والساكند برضو دول بيتغزوا بالميديا النيرف ادي الميديا النيرف داخل هوبوس غزة كل ده دول غزاهم السينسوري وغزة برضو الدابرانشات تغزي السينر موسلز والفيرست والساكند لامباريكانز فبردو هيحصل لوس فيهم لان الميديا النيرف تقطع الديفورميتي نفس الحالة اسمها ABE وان صفاتها اكستنشن في السمب اكستنشن واداكشن في السمب هنلاقي لوس في الابوزيشن ويحصل سينر ويستنج وهنا بص السينر ويستنج هنا بان اكتر بص سبوع داخله جوه والسامب ادكشن واكستنشن اده الديفورميتي هيبقى ABE نفس الديفورميتي بتاع لو قطعنا عند الالب بيقولك في حاجة بتانية اسمها كاربل تانل سندروم الكاربل تانل سندروم دي تعرفها ايه بيقولك ان دي عبارة ان يحصل كومبريشن ضغط على الميديال نيرف في الكاربل تانل الميديال نيرف احنا قلنا ان هو بيعدي سوبرفيشيال وبعد كده بيدخل الرست او بيدخل منطقة البالن فبيقولك ان ممكن يحصل كومبريشن على الميديال نيرف وهو داخل منطقة البالن يحصل عليه كومبريشن في منطقة اسمها كاربل تانل ايه في الكاربل تانل دي لو بصنا في الصورة دي عندنا الـ Transverse Carbal-Ligament Transverse Carbal-Ligament اللي احنا بصين من تحته الـ Medial Nerve معدل تحته ممكن بقى يحصل في المنطقة دي Compression for the Medial Nerve فبالتالي هيعمل لك Syndrome اسمها Carbal Tunnel Syndrome Carbal Tunnel Syndrome دي عبارة عن Compression of Medial Nerve في الـ Carbal Tunnel اهو ممكن يحصل هنا اي compression في الـ Medial Nerve وهو معدل ممكن في منطقة الـ Carbal Tunnel ممكن يحصل الـ Compression هنا في هيحصل بقل لك الايفكت بقى ما يحصل له compression نفس اللي حصل above wrist يعني ايه يعني نفس الكلام اللي قلنا فوق في above wrist بس دي بنسميه احنا syndrome تانية اسمها carbal tunnel syndrome دي بتحصل نتيجة انه بيحصل compression للمedial nerve في الcarbal tunnel اللي احنا قلنا زيما انا فيه carbal transverse ligament بيعدي من تحته ال medial nerve لو حصل compression للمedial nerve في المنطقة دي بنسميه syndrome carbal tunnel syndrome وبيديني نفس الايفكت بتاع ال above wrist كده كل الحاجة او كل حاجة خاصة بال medial nerve ناخد break طبعا i think i need to cry كلنا عايزين نعاية بس ربنا يسترها ودايما فتخليه في ادماغه كده ان ربنا مش يحطك في مكان غير عارف ان انت قد المكان ده وان انت هتبزل كل اللي عليك وكل مجهودك في المكان ده فناخد break سريعا ونكمل بقية الشرع نحن خلصنا ال break الثاني ده خلص اخر break هنتكلم عن ال ulnar nerve واحنا خدنا معلومة سريعة قبل كده قلنا ان احنا عندنا 3 cordis lateral و posterior و medial اللي يهمينا بعد الوقتي ان ال ulnar nerve بيطلع من medial cord ده ال origin بتاعه course and relation of ulnar nerve اولا ulnar nerve وما بيجي يدخل من منطقة ال arm من منطقة 4 arm بعد كده بيعدي between the two head of flexor carby alnars نعرفين flexor carby alnars ليها two head head superficial هي يمرى الهيد وهيد دي بنسميها ulnar head هو بقى ما بيجي يدخل الفور ارم بيعدي between the two heads بتوعي flexor carby alnars بعد كده بيعدي medial او بينزل على medial side of the four arm between the two muscles ايه هما flexor digitorum profundus وال flexor carby alnars يبقى تاني ادي مثلا هنقول ادي superficial head بتاعت flexor carby alnars وادي ال deep head بتاعت flexor carby alnars هو بيعدي between the two muscles او the two head وبعد كده بيكمل على medial side of the four arm بيبقى نازل مكمل بيبقى نايم على flexor digitorum profundus بيبقى نايم عليها وبتبقى مغطية من فوق المسلز اللي هي flexor carby alnars يعني هو بيبقى نازل تحتي flexor digitorum profundus وفوقي flexor carby alnars بعد كده بيقولك خمسة سنتي أبوف الرست خمسة سنتي قبل الرست بنلاقي انه ها بقى superficial superficial يعني بتغطي بس بسكن فدي بتبقى dangerous area ليه ال ulnar nerf ادي ال ulnar nerf بيعدي behind اللاتر الميديا البقى وبعد كده بينزل between two head او basis between two head of the flexor carby alnars وبعد كده بينزل على medial side of the four arm عن طريق انه هو بيبقى نازل نايم على flexor digitorum profundus ومغطياء flexor carby alnars طبعا احنا نشدين flexor carby alnars شوية بس هي مفروض بتبقى مغطية flexor او مغطية ulnar nerf رسمة تانية هتوضح لك من اول ال origin ان من اول ال origin بيطلع من medial cord وبعد كده بينزل يعدي ورا medial epicondine وبعد كده يدخل عن طريق انه هو بيعدي between two head of flexor carby alnars وبعد كده بيمشى على medial side of طبعا احنا نشدين النيرف شوية لكن ما مفروض بيبقى نازل على medial side of the four arm بيبقى نازل نايم على flexor digitorum profundus ومغطية من فوق flexor carby alnars نفس الكلام برضو ادي ال ulnar nerf بيبقى نازل برضو between two head of flexor carby alnars وبيبقى نازل عكاية على medial side of the four arm نايم على flexor digitorum profundus ومغطية من فوق flexor carby alnars بيجي عند الرست خمسة سنتي أبوف الرست وبيبقى superficial superficial يعني بتغطي بسكن بس فممكن يحصل له injury بسهولة فدي dangerous area لل ulnar nerf كده هنتكلم عن branches of ulnar nerf بيقولك اول حاجة انه هو بيدي muscular branches يعني راح اتغذي عضلات بيقولك انه بيدي muscular branches انزا كيوبيتال فصة بتغذي واحد ونص مصل ايه الواحد المصلز اللي هي flexor carby alnars والنص اللي هي medial half of flexor digitorum profundus ليه لأنه قلنا lateral half of flexor digitorum profundus كان من اللي بيغزيها كان medial nerve قادي عرفنا دلوقتي قادي ال medial half بيغزي ال ulnar nerf وال lateral half بيغزي ال medial nerf كده عرفنا المصلز flexor digitorum profundus بيتغزة كلها عن طريق 2 nerves بعد كده بيقولك انه هي بيدي كوتينوس branches كوتينوس branches يعني راح اتغذي سكن يعني بمسؤوله عن sensation بيقولك اول branch بيدي اسمه بالمر كوتينوس branch يفكرك بال بالمر كوتينوس branch بتاع ال medial nerf اللي هو يعتبر نفس الكلام عنه بس بيختلافها وراح يغزي ايه بيقولك ان البالمر كوتينوس branch of ulnar nerf بيعدي سوبارفيشا للفليكسور retinaculum احنا عرفين ان مثلا الريستة هي ودي الفليكسور retinaculum هو بيعدي سوبارفيشا للفليكسور retinaculum اللي هو البالمر كوتينوس branch بيروح يعمل سابلاي ال medial third of the bulb احنا قلنا ان اللاترال two third of the bulb كان من اللي بيغزيهم كان البالمر كوتينوس نيرف بتاع ال medial nerf اما medial third of the bulb اللي بيغزي هنا البالمر كوتينوس branch ال medial third كان بيغزي ال ulnar nerf عن طريق البالمر كوتينوس branch بتاعه بعدكا بيدي البرانش التاني اسمه دورزل كوتينوس branch دورزل يعني ناحية الدورزم اللي هو ناحية المكان اللي فيه الدوافر فدورزم دورزل بريكيال دورزل كوتينوس branch بيقولك ان ده بيعدي يبقى ده ورا على الدورزم بيقولك ان ده بيعدي سوبرفيشل بس المين لل extensor retinaculum ناخد بالنا ان البالمر كان عند البالمر من قدام فكان بيعدي سوبرفيشل ال flexor retinaculum اما الدورزل الدورزل على الدورزم من ورا فبيعدي سوبرفيشل extensor retinaculum بيروح يغزي ايه بقى بيروح يغزي ال middle third برضو بس بتاع الدورزم بتاع الهند يبقى احنا خلصنا البالمر من قدام ناخد بقى الدورزم اول جزء خدنا من الدورزم ان ال middle third بتاعه بيتغزى بيه الدورزل كوتينوس branch اللي هو branch من ال ulnar nerf اللي هو يعتبر ال medial 1.5 fingers لناحية الدورزم يبقى الكوتينوس branch عرفنا ان البالمر كوتينوس branch بيعدي سوبرفيشل flexor retinaculum ويروح يغزي medial third of the balm ال skin بتاع medial third of the balm اما الدورزل كوتينوس branch ده ال branch الثاني بيعدي سوبرفيشل بس لل extensor retinaculum عشان ده ناحية الدورزم ويروح يعمل سابلاي لل medial third of the dorsum بتاع الهند وبيعمل سابلاي لل 1.5 fingers اللي هو ال medial اللي هو على الدورزة بعد كده بيدي articular branch بيروح يغزي الجوينت ايه هو الجوينت اللي هو الجوينت اللي عد عليه اللي هو القلبه جوينت فدي كده ال branch of the four arm muscular branch بيغزي 1.5 muscles flexor carby and medial half of the flexor digitorum profondus وخب بالك ان medial half of the flexor digitorum profondus بيتغزى بال ulnar nerve ذات نفسه اما lateral half of the flexor digitorum profondus بيتغزى به اللي هو medial nerve بس مش نفسه ده بيتغزى به عن طريق anterior interoceus nerve وعكا بيدي ديكوتينواز branch 2 branch palmar يعني راحة للbalm بتعدي superficial flexor retinaculum راحة تغزى medial third of the palm of the hand اما وبيدي ال branch الثاني الدورزل الدورزل بيعدي superficial extensor retinaculum على الدورزم بتاعت الهند بيروح يغزى يغزى ال skin medial third of the dorsum وبيغزى اللي هو medial 1.5 fingers وبعد كده بيدي articular branch بيدي اللي يقلبه joint ادي صورة احنا قلنا النواب بيبقى جاي من وراء الميديال ابيكندايل وبعد كده بيدخد between two head of the flexor carby al neres وبعد كده بينزل على medial side of the forearm نايم على flexor degestoran profundus وفوقيه flexor carby al neres ادي ده كده يبقى هو هيغزى الموصلز اللي هو اللي احنا ذكرنا اسمه اللي هو flexor carby al neres ويغزى medial half of flexor degestoran profundus ده كده الموتور اما sensory كان بيدي two branches بيدي بالمر branch وبيدي دورزل branch وبيدي بالمر branch الدورزل branch كان بيغزى الدورزم بتاعت الهند الميدل third of الدورزة واللي هو الميدل واحد ونصف اما البالمر كوتينواز branch كان بيغزى الميدل third of palm of hand ده كده sensation لو جبنا صورة تانية اكتر اوضح او بيقولك ان باللون الاصفر ده البالمر branch اللي بيروح يغزى medial third او medial third of hand of palm of hand اللي هو بيغزى الجزء ده وبيقولك بعد كده الدورزل branch اللي هو يعتبر branch من او ده البرانش التاني من اللي هو بيروح يغزى ناحية الدورزم بيغزى medial third of الدورزم بتاع الهند ده كده كمراجع برضو سريع هو بيقولك ان هو الكورس بتاع اللي هو اللي هو بيعدي behind medial epicondine وبيدخل between two heads of flexor carpeal nerves بيمشي between flexor carpeal nerves فوقيه وال flexor تبقى نايم عليه وبعد كده بيجى above the wrist بيبقى superficial متغطى بس بالسكن بعد كده قلنا البرانشز بتاعته بيدي في الكوبة الفصة بيدي muscular branches تغذى واحد ونص muscles اللي هم تغذى medial half of profundus اللي هو flexor digitorum وبيدي muscular branch يغذى مصر كاملة اللي هي flexor carpeal nerves وبعد كده قلنا بيدي كوتينوس بالمر كوتينوس والدورزل كوتينوس كان بيروح يغذى medial half قصدي medial third of the palm of the hand و الدورزل كان بيغذى medial third of the doorsem of the hand اللي هو 1 medial 1.5 fingers وبيدي articuler للقلب joint القلب joint هو معدي عليه فبيدي articulation ليغذى القلب جوينت بعد كده هناخد لو حصل injury في الالنر nerve فوق مستوى الالبو بيقولك اول حاجة هيحصل للبالمر والدورزل surface of the hand third of the hand and medial one and a half fingers ليه؟ لان احنا ازا ما قلنا ان الالنر nerve بيدي two cutten was branch بالمر و دورزل قلنا ان البالمر كان بيغذى medial third of the palm of the hand وكان الدورزل بيغذى الدورزل third او بيغذى medial third of الدورزل فبالتالي لما يحصل قطع فيه النيرف بيحصل لصلي البالمر and the dorsal surface of the medial third of the hand وكنا بيقول انه كمان بيغذى المدل one and a half fingers دورزل او بالمر فبالتالي هما كمان هيحصل لهم loss تاني حاجة الموتور الفيكت اللى هايحصل بيقولك اول حاجة يحصل loss بتاعت المدال two fingers اللي هما الرابع والخامس دول هايحصل لهم loss في الفيكتشن دول هايحصلهم loss في الفيكتشن لنتيجة انه حصل المسلز اللي كانت بتخليهم يعملوا اللي هي ايه اللي هي الفيكتور الميدل هاو الفيكتور دي كابتروح تخلي الخامس والرابع يعملوا فبالتالي اما اللي كان بيغذيها تقطع هي كمان حصل لها فهيحصل لص بتاع ال two fingers دول بعد كده يحصل ويكتور في الراس ويه ابدوكشن ده نفس اللي حصل هناك في الميدال وينا هيحصل ويكتور في الراس بس هيحصل ابدوكشن للهاند هنا بيحصل ابدوكشن للهاند هيحصل ويكتور للهاند نتيجة انه حصل بارليس للمسلز اللي يجب بخصوط في الخ faleiسور كاربيال نيرز وميدال هافوف الفليكسور ديجي تورا نبر فاندس نحن ميدال هافوف الفليكسور ديجي تورا نبر فاندس كنو بيتغذوا بالألمر فدول كنو بيعملو فليكشن فخلاص بوزو فمشة عملو فليكشن ما اللي مخلي يحصل وايك فليكشن ان لسه بايك الفليكسور باقيت الفليكسورز بتاعت المسلز التانية اللي بتعمل فليكشن شغالة انها بتتغذى بالميدال نيرف الـ Median Nerve زي ما هو شغال فهيحصل Weak Flection بالـ Muscles دي بعد كي أقول لك هيحصل لص للـ Adduction of Sump السم بنفسه مش قادر يعمل Adduction ليه؟ لأن المسلز اللي كانت بتعمل Adduction للسم باسمها الـ Adductor Bullishes الـ Adductor Bullishes دي كان بتتغذب الـ Ulnar Nerve كل المسلز اللي أسماءها غريبة دي هتعرفوه إن شاء الله ما تاخدوه الـ Hand فالمسل الـ Adductor Bullishes دي كانت المسلز اللي بتعمل Adduction للسم فنتيجة وكاد بتتغذب الـ Ulnar Nerve هي كمان حصلها بـ Paralysis فمش هتقدر إن انت تعمل Adduction للسم آخر حاجة إنه يحصل Inability to put the hand in writing position مفروض الـ Writing Position إنه ما تيجي تكتب هتلاقي إن انت مفروض بتعمل Extension في الـ Carbal Metacarbal Joint اللي هي هنقولي Rest Joint مفروض إنه بتعمل Rest Joint بتخليه Extension وبتخلي الميتا كربوفالانجيال Joint اللي هي Joint ما بين الميتا كربل ما بين الفالانجيس العقل الصوابع اللي هي مفروض إنه بتخليها Fliction بتخليها Bending يعني متنية عاملة Fliction وبتخلي الكربوميتا كربل كربوميتا كربل كربوميتا كربوميتا كربل اللي هو الرست وبنخلي الميتا كربوفالانجيال Joint بتبقى Fliction متنية وبنخلي كمان الفينجرز متنية عشان نعرف نكتب ده البوزيشن الطبيعي بيقولك إن إنت بقى مش هتقدر تحط إيديك في البوزيشن بتاع الرايتنجيال ليه؟ لإن حصل بالباراليسيز للأول انتروسيوي موسيلز والميدل تو لامباريكالز ناخد بس بالنا هي طبعا الانتروسيوي موسيل واللمباريكالز دول برضو من الموسيلز بتاعة الهند إن شاء الله تشرح لكم بالتفصيل في الهند بس نبقى واخدين بالنا إن هنا حصل لوس للميدل تو لامباريكالز اللي هم مين التالتة والربعة ليه؟ دققت بالذات على لامباريكالز لإن إحنا قلنا في الميدل نيرفا ما يحصل له انجري بابوف الرست يعني بلو القلبو هيحصل لوس للفرست والسكند لمباريكالز لكن هنا لا ده هيحصل لوس للسيرد والفورس لمباريكالز موسيل فدول نتيجة إن هم مبوزوا زائد إن الأول انتروسيوي موسيلز انتروسيوي موسيلز دي عبارة عن موسيلز بتبقى موجودة بين الفينجرز كده في الهند فنتيجة إن هي دول بوز وكلهم حصلون باراليسيس فالشخص ده مش هتقدر إن انت يحط إيده في الرايتنج بوزش فيظهر لك في حالة اسمها بارشيال كلاوهاند بارشيال يعني جزئي طب هل فيه كومبليت أو فيه كومبليت كلاوهاند لو حصل لوس لكل من الأولنر نيرف والميدال نيرف يعني الاتنين حصل لهم لوس فهيعمل لك كومبليت كلاوهاند لكن ما إحنا دلوقتي في البارشيال كلاوهاند عشان الأولنر بس اللي بوز بيقولك إن البارشيال كلاوهاند الشخص ده هتلاقي جاي لك عنده إ؟ عمل انشتن笋 تانة في الانتر فالانجيال جوينت بتاعتانهي فينجرز بتاعت kindness المديال 2 fingers اللي همه ومرار عامل12 جوينت هتلاقي عامل انشتنشتا في الميتاكيم mammothcia il yma بين الميتاكاربل والما بين الفالنيSe عامل فها اكستنشن وهتلاقي عامل في اللي هي المفاصل المبين الفالانجيس وبعضها هتلاقي عمل فيها flexion في أنهي fingers في medial two fingers اللي هما الرابع والخمس و هتلاقي إن هو عنده hosting في الhypothenar imminent إحنا خدنا كلمة hosting في thinner muscles دي فين؟ خدناها في medial nerve. قلنا إنه يحصل hosting في thinner muscles لما يتقطع برضه بس هناك كانت Vocêner muscles بتاعت medial nerve كانت اللي عند thump. لكن هنا 's thinner muscles اللي هايبوذو اسمهم hypothenar muscles اللي هما بيبوا عند ليتل فنجرز לפس اللي هما دول حتى اسمهم الى حيث اسمها منم bluetooth يعني الصبع الصغير اني هو الصبع الصغير اللي هو الل leafline ادي الهائبو Th inserted muscles اللي هو عباره عن الوب Adeus digit minimi الладcenter digit minimi ل � Gustal des absorb mind and palmaris pre venis المسلز د دي كلها بنسميها hatsener muscles فيحصل الويستنج في الهايبوثينر مصز اللي هي عند الليتل فينجرز فهنلاقيه واخد نفس الشكل ان هو عنده برضو عند الليتل فينجرز كده هتلاقي ان فيه ايده تحس ان هي دخلة لجوه شوية كده مش 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 هاخده بلق طبيعي لا هتلاقيه دخلة لجوه شوية كده يبقى يبقى كده ده شكل البارشال كلاو هاند هتلاقي انه عند الصباح الرابع والخامس عاملين في الميتا كربو فالانجيال جوينت وعملين في الانتر فالانجيال جوينت وهتلاقي بيقولك ايه بقى وهتلاقيه طبعا فيه لصف الهايبوثينر اميننس اللي هو عند الليتل فينجرز فهتلاقيه واخد الشكل اللي هو بتحس ان فيه جزء ناقص كده ان فيه دخلة لجوه طيب بيقولك ملحوظة مهمة جدا ان الاندكس والليتل فينجرز are less affected because دي اللي انا قلتها لكم فوق اما ما جيت قلت لكم ان هيحصل لص ان هو الشخص ده مش يقدر يحطي ايده في الرايتنج بوزيشن عشان الميديال تو لامباريكالز بايزين الميديان تو اا او الميديال تو لامباريكالز بايزين انا قلتهم لك التالت والرابع لان الاول والتاني دول زب هم هم شغالين عادي لان دول متغزين بالميديال نيرف عشان كاي بيقولك ان الاندكس والليتل فينجرز مش هيتأثروا قوي عشان او التأثير بتاعهم هيبقى صغير عشان هما متغزين بالميديال نيرف اللامباريكالز بتاعتهم الاولى والتانية متغزين بالميديال نيرف فمش هيتأثروا اما اللي متغزين باللواء السيرد والفورس اللامباريكالز ده دول هيتأثروا اكتر عشان دول متغزين بالالنار نيرف اللي هو حصل له انجرز ادي زي ما قلنا الهايبوثينا اميننس وادي برضو سوراليا ما يحصل لاوستنج ادي الكلاو او البارشيال كلاو هانت هنلاقي ان الصباح الخامس والرابع حصل لهم اكستنشن على مستوى الميتا كاربوفالانجيال جوينت فبالضبط بالشكل ده تاني حاجة بقى لو حصل انجر الالنر نيرف ابوف الرست فوق الرست احنا زي ما خدنا قبلنا من الرسمة اللي فاتت ان احنا زي ما قلنا قلنا ان الالنر نيرف بيطلع منه بالمر كوتينواس نيرف وقلنا ان الدورزة الكوتينواس نيرف كان طالع من فوق فما يعني فوق يعني قريب شوية من القلب فبالتالي لما انت تيجي تقطع قبل الرست فبالتالي انت ما تيجي تقطع فوق الرست او قبل الرست انت كده قطعت وخد بالك البال ماركوتين واسنيرف ما قطعتش الدورزل الدورزل زي ما هو فوق الدورزل فوق مالوش دعوة انت قطعت البال ماركوتين واسنيرف فبيقولك عشان كده ما بيقولك انت ما تيجي تقطع أبوف الرست هلاقي ان هيحصل سنسوري لوس هيحصل سنسوري لوس للبال مار سيرفس أو في الميديال وان ان دي سيرد ايه وان ان ده هاف فينجرز اللي هما الميديال وان ان ده هاف فينجرز للبالمر سيرفس. هيحصل لوس للبالمر سيرفس او في الميديال سيرت بتوع البالب. وهيحصل لوس ليه الميديال وان ان ده هاف فينجرز. ليه من ناحية البالب. طب ليه ما حصلهمش من ناحية الدورزل. عشان الدورزل كوتينوست نيرفي زي ما هو لسه موجود. ما تقطعش. انت ما جدت قطعت من فوق الرست قطعت البالمر. ما قطعتش الدورزل. تاني حاجة هيحصل موتر. موتر لوس. انه بيقولك نفس اللي يحصل فوق القلبو معادة ان الفليكسور كاربي النارز والميديال هاف اوف الفليكسور ديجي تورام بروفاندس لسه زي ما هما شغالين. لان انت قطعت من تحت من تحت القلبو فهم دول بيتغزوا فوق اصلا. فانت قطعت من تحت القلبو او فوق الرست فهم ما ما تقصروش. هيحصل نفس كل اللي حصل في القلبو. بس معادة ان الفليكسور كاربي النارز والميديال هاف اوف الفليكسور ديجي تورام بروفاندس دول ما حصلهمش اي انجري عشان دول المتغزين بالألنر نيرو فوق فانت ما قطعت من عند الرست ما حصلهمش اي تأثير زي زي يوم زي الدرزل كده الدرزل برضو فوق فما انت قطعت من عند الرست اللي اتأثر البالمر مش الدرزل وطبعا قال لك نفس الحالة برضو اسمها بارشيال كلاو هاند اهو بيقول لك بارشيال كلاو هاند التفصيل اهي بيقول لك ان هيحصل هايبر هايبر اكستينشن وفي الميتا كاربو فالانديال جوينت اللي هي دي يحصل لها فيها هايبر اكستينشن وهيحصل في الانترفالانديال جوينت هيحصل لها ودي كده اللمباريكل او دي كده قصدي الالنر كلاو هاند طبعا بيحصل زي بقلنا ان اللمباريكلز اللي هما التالتة والربعة بتاعت الرينج وبتاعت الليتل فينجرز بيحصل لهم تأثير او بيبوزوا عشان هما دول اللي بيتغزوا به الالنر نيرو كده خلصنا كل حاجة لعلاقة بالالنر نيرو تكلمنا على مديل نيرو و نخلصنا كله و تكلمنا عن الالنر نيرو و نخلصنا كله هنتكلم عن اخر نيرف معانا في النيرفيس و في الفور آر وهو الارديال نيرف اول حاجة هنتكلم عن الارديال نيرف هنتكلم عنو و نحس الأرجن و الأرجن هن قلنا عندنا احنا عندنا 3 chord learn, lateral коord posterior comes, medialUh وعارفين ان الارديال نيرف يطلع منال posterior Justi yang menarid ثاني حاجة هنتكلم عنو و هنتكلم عن ال ارديال نيرف من حس الChords كاذا بيقولك أن wide nerf هيظهر في front of lateral The epicondyle يعني مثلا لو قلنا أن هذا lateral epicondyne و هذا medial epicondyle فهنلاقي أن wide nerf هيظهر صالحا فيеко pitch للبر galera epicondyle يعني أدام البر الأ epicondyle وبيقولك إن بداية ظهور wide nerf في'thor arm هي هي نهايته يعني هو هيظهر في الifront of lateral ibipocondyle هي هياها نهايته هينتهي عند الifront of lateral ibipocondyle هينتهي ازاي عن طالب إنه هو هينقسم لجزءين هينقسم لجزء هيكمل في الifront of fore arm الهو اسمه superficial terminal branch أو superficial radial nerve وهيديني branch تاني هيمشي في back of the fore arm اسمه deep terminal branch أو posterior interoceous nerve نتكلم عن اول نيرف او اول برانش بيدي الريديال نيرف وهو السوبارفيشيال تيرمنال برانش او السوبارفيشيال ريديال نيرف ودي نبقى عارفين معلومة مهمة عنه ان هو بيور سينسيشن او بيور سينسوري ما بيديش غير سينسيشن يعني بيغزي سكن بس الاسوبارفيشيال تيرمنال برانتش هناعرف الكورس بتاعه ماشي ازاي بياغو ان السوبارفيشيال تيرمنال برانش بيمشي على او بينزل على اللاترال صايد اوف الفور عارب لو عايزين تدقة هو بيمشي على الاترال صايد اوف الفور عارب ناحية اللاترال. بينزل على اللاترال صيد وفي الفور ارم. دي المسل اسمها براكو راديالس موسلز. يعني هو بتبقى مغطية من فوق كده موسلز اسمها براكو راديالس موسلز. بعد كده بيفضل نازل في الفور ارم والموسل دي بتفضل مغطيه. او وبعد كده بيفضل متغطي بالموسلز لحد ابو الرست حوالي خمسة سنتي. بلاقيه ان هو لف ورجع لورا. يعني هو احنا عارفين ان هو كان ماشي فين في الفور ارمت بتاع الفور ارم. بيقول لك ان ابو خمسة سنتي ابو الرست بلاقيه ان هو لف ورجع لورا. تب رجع لورا ليه؟ عشان يوصل ليه الروف اوف الاناتوميكا السناف بوكس ويبقى يمشي في الاناتوميكا السناف بوكس. يبقى هو بينزل على اللاترال صيد اوف الفور ارم اوف الفور ارم اوف الفور اوف الفور ارم. ومتغطي بموسلز اسمها براكو راديالس موسلز. بيفضل متغطي بالموسلز دي. واقدرش اشوفه في الفور ارم بتاع الفور ارم غير عند خمسة سنتي فوق. الرست بلاقيه زهر لي. بلاقيه زهر لي ولفف لي وراجع لورا. يعني رايح ناحية الدورزم عشان يدخلي في الاناتوميكا السناف بوكس ويكون الروف بتاع او عشان يمشي في الروف بتاع الاناتوميكا السناف بوكس. بيقول لك بعد كده ان هو بيدخل الدورزم بيجي بعد كده بقى احنا قلنا خاص دخل انتوميكا السناف بوكس بيروح مكمل ويدخل لي الدورزم. بيدخل الدورزم وينتهي ان هو بيديني خمسة ترمينال برانش او خمسة برانش اسموهم دورزل ديجيتال برانش. لو دي wil radial nerve جيع عند الانتيريور للاتيرل ابيكوندايل واحد اسمو سوبرفيشيال ترمينل برنش وده ماشي في الفرانت او في الفور أرم واحد ديب وده هيرجع الوراه ويمشيلي في الباك او هيظهال لي لما لفت دراع من ورا هزيظال لي في الباك او في الفور أرم. بيقول لك اناتي سوبرفيشيال ريديال نيرف زي ما قلنا ان هو ماشي على الزائد او في الفرانت اوف ومتغطي بمسلز اسمها براكو راديالس مصل. المصل دي بتبقى مغطيه. لو انا خدت بالي هو مش باين خالص اهو ما بيبانش غيره ما بيجي عند خمسة سنتي ابوف الريست وبيزهالي. بيزهالي بلاقيه لافف لوره وراجع لي رايح يدخل في الاناتوميكا السناف بوكس اللي هو عند الدورزم. وبعد كده بعد ما بيدخل الاناتوميكا السناف بوكس بيروح داخل الدورزم وينقسم لي لخمسة برانشيز اسمهم خمسة ديجيتال او خمسة دورزل ديجيتال برانشيز. طيب اهو هو بعد هو ماشي اهو. السورة دي برضو قادل ريديال نيرف. اداني سوبرفيشيال. سوبرفيشيال ده ماشي. ده ظاهر لي من قدام. هو ماشي قدام. ومتغطي زي ما قلنا بالبراكو راديالس مصل. وبعد كده بيفضل متغطي بمصل. وبعد كده انا بشوفه خمسة سنتي بلقيه رجع لي لورا داخلي في السناف بوكس. في الانتوميكا السناف بوكس. وبعد كده يدخل لي في الدورزم وينقسم لي الخمسة الدورزل ديجيتال برانشيز بتوعه. اللي هيغزولي الدورزل دور زمد او في الفور آر. هيغزولي ايه بقى في الدورزل دوا冬 وفور آر. الدورزل القصدي او في الهاند. يقولك ان هما بيغزوا اللاترل دورزم 3 and a half fingers مراجعة سريعة بسرعة بسرعة احنا قلنا ان الدورزم كان بيتغزة ان الميديا السيرد بتاع الدورزم كان بيتغزة بالألنر نيرف اللي هو ميديا الواحد ونص فينجرز وقل عن طريق البالمر ايه القصدي عن طريق الدورزل كوتينوست نيرف او الدورزل كوتينوست بلانش طيب ناقص لي اللاترال تو سيرد بتوع الدورزم اللي بيغزيهم بقى مين اللي بيغزيهم السوبورفيشيال برانش او السوبورفيشيال تيرمينال برانش بتاع الريديا النيرف بيغزي اللاترال تو سيردوف الهند بس ناحية الدورزم اللي هو بيغزي اللاترال 3 and a half fingers لناحية الدورزم ده كده السوبورفيشيال تيرمينال برانش اللي هو بيور سنسيشن اهو بيغزيلي ناحية الدورزم هو بيدخل بعد كي يدخل السناف بوكس يدين الخمسة برانشيز بتوعه ديجتال برانشيس يغزولي اللاترال تو سيرد اوف الهند ناحية الدورزم وبيغزوني اللاترال تسري انده هاف فينجرز اللي هما ناحية برضو الدورزم ده كده السوبارفيشيال ترمينال برانش اللي هو بيور سنسيشن بعد كده عندنا تاني برانش بيدي الريديال ار الريديال نيرف هو البوستيريور انترقوسيس نيرف وده بيور موتور بيور موتور يعني هيغزي مصيلز بس بيمشي ازاي الم plantation named posterior interocius nerve بيخرم عدلة سوبانييتور مصيل عشان يرجع الوأرق بيخرم عدلةっちووبانييتور مصيل وبعدكده بيقول لك ان هو داخل الحديث بين الصوبانييتور مصيلز بيفه علي الoshi وفي النق وفي الريديال عشان يوصل لالباك وفورقه لو نجيب صورة ادي نعم ال verde البرارocaradialis muscles اللي مغطيها الدورز حيث ديب الطريب الطريب خرم عضلة نفسها بيخرمها مفروض انها كده مقطوعة هو مفروض بيخرم عدلة او بيعمل بيرسنج لعضلة الصوبينيتور موسيلز وبعد كده طول ما هو ماشى جوا عضلة الصوبينيتور موسيلز بيلف يعني بيلف على الاترال سيرفوس أو في النيك أو في الراديس يعني القديل النيك بتاعت الراديس بيروح لافف على الاترال سيرفوس بتاعتها عشان يظهلي في الباك أو في الفور أو بيقول لك احنا قلنا بعد كده انه هو بيمشي between الموسيلز اللي مصممم مصمم 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 مصممーム وبعد كان الآن يمشي desarrollo من هذه الز ved وقل كن ممصمم مصمم 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 مصم connectivity بابدكور بوبشيز لونجس. هو بقى بيبضل ماشي مع البوسير انتر اوسيس ارتري. فيه صورة تانية هتوضح اكتر اللي هو ماشي ازاي مع البوسير انتر اوسيس ارتري بيقى ماشي between the two groups اللي هو superficial and the deep group of the deep group of the extensor. وبعد كده بيمشي مع الانتير انتر اوسيس ارتري. واحد يقوله اللي قاله الي جاب الانتيريور ورا. هو الانتير اوسيس علي البريس آراتلي بعد اما بيخرج من الكومن انتروسيوس آرتري من الالنر آرتري بيخرم ب должANT بيرجع الوارة بيرجع الوارة بروح ماشي مع البستيري انتروسيوس نيرف فيقول لك ان بعد كده بيمشي مع الانتيرو انتر اوسيوس ارتري بين الفلكسور بوليشس لونجس والاكستنسور انديسس ثاني يبقى في الاول هو خرج كبرانش من الريديال نيرف عايز ديرجع لواره نقولنا ده يعتبر اللي بيمشي في الباك بتاع الفورورن فهو عايز ديرجع واره فبيروح خارم لي عضلة السوبينيتور مصيلز يعمل لها بيرسينك وبطول ما هو ماشي فى عضلة السوبينيتور مصيلز بيمشي بعد اكيه جوه عضلة السوبينيتور مصيلز ويرح لفف لي لحيت لاثر عشان الليب في مثل الريدياس بيد pointless لي عل لايك بتاع الريدياس يلاترال سيرفس عشان abajo ييتل رجع لي ورا ويمشي في الفور اورم باهندر امبي بتافه مبين عضلتين عضلة السوبينيتور مصيلز والاقدقтора بالسهر بولي 정س وبعدة كده بلاقيه بيكمل ان هو نازل بالبك بتاع الفورheure مع البي عي اي curly بلقيه ماشي مع البستير انتر اوسياس ارتري على الباك بتاع الفور ار بين ال 2 groups of the muscles لهم السيبر فيش الانديب جروف هو في الاكستنسور مصر وبعد كده بيمشي مع الانتير انتر اوسياس ارتري بتوين الاكستنسور بوليشيس لونغس والاكستنسور انديسيس طيب بينتيه فين بقى النيرفي ده بقول لك ان النيرفي ده بينتيه ان هو بينشي ديب للاكستنسور ريتيناثر معلومة ان السيبر فيش ال تيرمنى البرانش بتاع الريديال نيرفي بيمشي بعد كده بيبقى سوبرفيشيال للإكستنسور ريتناكا بيمشي من فوقها يعني لو خدنا بالنا من الرسمة دي زي ما قلنا إن قادي الرديال نيرف جي إداني جزء السوبرفيشيال وجزء ديب الجزء السوبرفيشيال هيبقى إحنا طول ما هو ماشي في اللاترال صيد وفي الفور أرم بيقى متغطي بالبراكورادياليس مصل وقلنا بعد كده 5 سنتي أبوف الرسط يظهلي وبيرلقيه رجعلي ورا عشان يدخل في الأناتومكال سنوف بوكس كده هو رجع ورا هو كده يرجع لورا عشان يدخلي في الأناتومكال سنوف بوكس وبعد كده يديني الفايف دجيطال برانش بتوعه والفايف دورزال دجيطال برانش بتوعه الي هيغزولي اللاترال تو سيرد اوف الدورزام اوف الهند لو إحنا بصينا بقى هنلاقي إن السوبرفيشيال تيرمينا البرانش ده هذا الأسبوع يستوي انهضف موابع القناة فهو يشحو جديد ألموذفه من هذا الاسع ثاني من الطاله هو يخرج teeths يلف على lateral surface of the neck ويرجع لوره في the forehead وبعد هذا في الجLEX Bellet warm وميازجة بثير انتر اوسيس تبانя الفيران والأوأس البصوص وبعد كابا لأيه الماشى مع الأنتيراُسيَس أرطري بين الأوأسين والأوأسين والأوأسين ينتهي أنه هو بيمشي او ويدخل ديب للأوأسين البرايتنقل اللي بديها بقى يديني أول حاجه برضي مصكولر برانش و بيديني عاتيكولر برانش نحن قلنا هو بور موتور يعني يدي مصبوص يدي مصبوص بيرغزي عضلات فديقول لك أنه هو بيدي مصبوص بيرغزي بيدي كل المصبوص في الباك كل المسلز بتاعت الباك مع عدس 3 موسلز هما 3 موسلز وده سؤال MCQ مهم جدا ان هو بيدي كل المسلز بتاعت الباك مع عدس 3 موسلز اللي هو البركيو راديالس موسل الاكستنسور قربي راديالس لونجس والانكونيوس موسل ما يستطيع ان تغليص التاعتب موسلز لك قل لك ان الرادال نيرف هو الباكس هو الصفهو الذي يغذي الموسلز رادال نيرف قبل ان يقسم الباكس لبرانش هي بيدي برانشات مسكولي برانش تغذي 3 موسلز وسوف 1 اخر موسلز بريكيو الراديالس والاكستنسور قربي رادياليس لونجس والانكونيوس موسلز الـ descere Patrick-Stheren muscles يثبون تغذي من الرابط� يتغذي الأخصر الذي يتم يعديها الأخصر ال purposes точ . و ال 좋을nors ياغذي الرسم ويغذي التعنف وهي بين الجهيم وبعضه يبقى كده ده البرانشز بتاعة البوليسير انتر اوسيا سنير ادي دي صورة بتوضح لك ان ادي الريديال نيرف بيجي عند قدام الانتيرير او في الفرانت بتاع اللاترال ابي كوندايل ويديني تو برانشز بيديني برانش اسمه سوبارفيشيال تيرمينال برانش وبيديني برانش بيمشي يخرم عضلة السوبينيت والمسلز ويلفة على اللاترال سيرفز اوف النك اوف الريدياس ويرجع ليزهالي في الفور فور ارم من في الباك بتاع الفور ارم اللي هو اسمه دي برانش او البستيري انتر اوسياس برانش ودي الصورة اللي احنا قلناها ادي احنا قلنا دي السوبارفيشيال هي طبعا هو متغطي بعضلة بعضلة البراكورا دياليس موسلز مش هيزهالي غير فوق الريست بخمسة سنتي لنتيجة ان هو رجع الورا في الباك هيزهالي في الباك فوق الريست بخمسة سنتي عشان هو جاه من الفرانت بتاع الفور ارم ورجع للباك بتاع الفور ارم عشان يدخلي في الاناتوميكال سناف بوكس ويديني الخمسة تيرمنال برانش او الخمسة دولزة ديجيتال برانش بتاعه اللي هيروح يغزي اللاترال تو سيرد اوف الفور ارم اللي هم اللاترال سري انده هوف فينجرز اما الديب اهو هيفضل نازل هيخر من السوبينيتور موسلز وبعد كده هيمشي مبين السوبينيتور موسلز وبعد كده هيمشي مبين السوبينيتور موسلز والقدكتور بوليش وينتهى عن ديب للإكستنسور رتانكل هذه الصورة هي هتوضح فيها وهو ماشي مع مع bones هنلاقي إنه ماشي مع ونتم مع belly بين그 perquè اللي هم بتوع الاكستنسل موسلز وهم الديب جروب والسبارفيشيال جروب ادي برضو ده بيوضح ان ادي السوبارفيشيال بيطلع لقدام في الفرانت اما الديب بينزل يخرم بصة وكده خرم عضلة السوبينياتور موسلز وبعد كده بينزل ويظهر لي ما بين عضلة السوبينياتور موسلز وما بين الأبدكتور بوليشيز لونغس ويقادي السوبارفيشيال برانش او في الريديال نيرف اهو ظاهر لي لوراه هيمشي سوبارفيشيال للاكستنسل ريتيناكلم بينما البستير انتر اوسيس هيمشي ديب للاكستنسل ريتيناكلم وينتهي يبقى كده احنا عرفنا التو برانشيز بتوع الريديال نيرف اللي هم السوبارفيشيال وعرفنا الديب يور سينسوري بيغزي اللاترال تو سيرد اوف الدورزم اوف الهند وبيغزي سري انده هاف فنجرز بتوع الدورزم بتوع الهند اما النيرف التاني اللي هو اسمه البستير انتر اوسيس نيرف او الاسم التاني ليه ديب برانش اوف الريديال نيرف ده بيديني موسكولر برانشيز لكل الموسلز بتاعت الباك معادة سري موسلز البراكورادياليس موسل الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس وانكونيوس لان الموسلز دي من اللي بيغزيهم بيغزيهم الريديال نيرف ذات نفسه وبيدي ارتيكولر برانشيز تغزي الجونتس اللي عدة عليها اللي هو الانفيريو ريديو ألنر جوينت والريست والانتر كاربال جوينت بعد كابا بيقولك لو حصل انجري في الريديال نيرف لو حصل انجري في الريديال نيرف في منطقة الأجزلة لو حصل انجري في الريديال نيرف في منطقة الأجزلة بيقولك يحصل سنسيرولوس ويحصل موترلوس بس الاول نتكلم عن السنسيرولوس بيقولك يحصل سنسيرولوس لإيه احنا قلنا ان الريديال نيرف هو ماشي في الاول بيقى في الاول ماشي على الميديال سايد اوف الار وبعد كده بيمشي لعلى الباك بتاع الار وبعد كده يمشيلي على lateral side of the arm وبعد كده اما يدخل ال fore arm بينقسم لي deep branch و superficial branch superficial branch بيفضل مكمل على front بتاع front بتاع fore arm وبعد كده فوق wrist بخمزة سنتي بيروح لافف لورا ورجعلي على الدورزم عشان يدخل لي الانتومك ال snap box ويدخلي للدورزم off the hand طيب بيقولك بقى انت بقى لو لو حصل injury for radial nerve بيقولك هيحصل sensory loss ليه الباك بتاع الارب هيحصل فيه sensory loss هيحصل للباك بتاع four arm هيحصل فيه sensory loss والlower lateral part of the arm احنا قلنا انها من ضمن الكورس بتاعنا ويقماشي على lateral part بتاع الارب هيحصل loss للسنسيشن هنا بقى والدورزم والبروكزم الفانجيز واللاترال three and a half fingers كل الكلام اللي لسه ايلا حصل له loss حصل لوس في ال back وحصل لوس في lateral side او اللاترال ال back قصدي بتاع بتاع four arm وحصل لوس لللاترال part of the arm اللي احنا قلنا هو ضمن الكورس بتاعنا بيبقى ماشي على lateral part بتاع الارب البروكزم الفانجيز وبيحصل لوس لي الدورزم الفانجيز وفي اللاترال two third وفي الهند والبروكزم الفانجيز وفي اللاترال three and a half fingers احنا زي ما قلنا تاني احنا عارفين ان احنا عندنا اي اصبوع بيتكون من اي فانجر بيتكون من ثري فانجيز البروكزم الفانجيز distal proximal وفي اللي في النص middle هو بيقول لك بقى ان هو هيفقد السنسيشن بتاع البروكزم الفانجيز بتاعت التلاتة ونص fingers اللي هما راحية ثلاثة اهو ده يعتبر برضو موضحة اهو اول حاجة ان هو هيفقد ال back بتاع ال R السنسيشن بتاع ال back بتاع ال R وهيفقد الجزء اللي هو اللاترال وبعد كده هيفقد ال back بتاع الفور ارب وما ينزل تحت هيفقد لي lateral to third of ال hand اللي هو اللاترال three and a half fingers ثانية حاجة نتكلم عنها هي الموتور لص اللي هيحصل بيقول لك اول حاجة ان هيحصل براليسيز لعضلة الترابيزيس مصل والانكونيس مصل وده هيقدي ان هيحصل لص في الاكستنشن بتاع الالبو عارفين ان الترابيزيس بيتغزى به ال radial nerve ولسه كنا قيلين ان الانكونيس مصل بيتغزى بال radial nerve itself فما ال radial nerve المسلز دول هيحصلون براليسيز فيقدي ان هيحصل لص للاكستنشن بتاع الالبو فبتلاقي الشخص ده تلاقي عنده قلب ودروب الالبو بتاعه واقع التاني حاجة هيحصل براليسيز وفي الريست اكستنسور اللي هيعملو اكستنشن للريست هيحصل لهم براليسيز عشان هما اللي كان بيغزيهم كان radial nerve احنا قلنا ان هو بيغزي ال back وفي الفور ارب اللي هما الاكستنسور منصور موسل فبالتالي اللي هيعملو اكستنشن هيبوزه فالريست هيحصل في الريست اكستنسور فيقدي ذلك اه Pier H plus اخر حاجة ان يحصل فالலبو بالأكستنشن في ال ling احنا قلنا أم explore واللترال بعد وفال دورزل دورزل سيرفسه في الاترال تو سيرد. اه اف الهاند. واللي هيفقد السينسيري برضه بتاع البروكزيما الفينجيز بتاع بتاعي بتاعي مترال سري والفينجر. الموت واللس هيحصل بالالسيس لعدلة الطرابيزيس والانكونيس. وده هيؤدي انه يحصل لس للأستينشن فيحصل البودروب. هيؤدي حدوث بالالسيس للريست اكستينسور. فهيحصل لس الأستانشن فيقدل حدوث ريست دروب. واخر حاجة انه يحصل بالالسيس للمسيس اللي بتعمل finger extension فهيقادي ذلك الى حدوث لصف finger extension فهيحصل finger drop. اهو. ده بيوضح لك ان بيحصل wrist drop. موافوض الرست عادي رفعه فوق. لا حصل wrist drop ومعاه finger drop. وهيحصل على مستوى القلبه هيحصل قلبه drop. قادي wrist drop وهيحصل معاه finger drop. طيب لو حصل له cut او injury عند spiral groove. اللي عند اللي بعد spiral groove. طيب ازاي يحصل injury to radial nerve عند spiral groove. نتيجة حاجتين. ان هو حصل fracture في shaft of humorous. يعني حصل كسر في shaft of humorous. واحد جي خط روما قوية على الشافت بتاع humorous. وراح مكسور. فانقصر عندي spiral groove. او انقصر عندي spiral groove. فبالتالي radial nerve حصل له injury. او واحد خد intra muscular junction. خد حقنة. اللي بياخدها حقنة عضل. خدها غلط جاي بيديد. دخلها. دخلها غلط. فبالتالي بوزت radial nerve. فبالتالي هيحصل sensory loss. يحصل sensory loss في ايه بقى؟ في الباك بتاع الفور ار. ويحصل sensory loss للدورزل surface of lateral two third of hand. ويحصل برضو sensory loss لل lateral three and half fingers. يبقى يحصل في الباك بتاع الفور ار. وفي الدورزل بتاع two third lateral two third of الدورزل of the hand. ويحصل في ال proximal pharyngees of lateral three and half fingers. هيحصل بعد كده. اهو. طبعا هنا الباك بتاع الارم. لا خلاص. هو لسه في برانش رايحة تغذي الكوتينوس اللي هو الباك بتاع الارم. فمده مش هيتقصر. اللي هيتقصر هيتقصر من اول الباك بتاع الفور ار. وبعد كده الدورزل of the two lateral third of the hand. بعد كده بيقول لك الموتور loss او الموتور افكشن. بيقول لك نفس اللي حصل في الاكزيلا لو حصل قتلي او انجر ال راديال نيرو في الاكزيلا نفس اللي هيحصل هيحصل فيه اللي حصل في ال spiral groove. ما عادة ان القلبه مش هيتقصر. ليه القلبه مش هيتقصر? بيقول لك ما انت عندك اللونج عند الميدل هيد اوف الترايسيبس مش هما دون شغالين زي ما هما. لسه بيوصل لهم نيرف سابلاي من ال راديال نيرف قبل ما يوصلوا لأو قبل ما يلف على ال spiral groove او قبل ما يمشوا بال spiral groove. يعني هو بيوصل لهم نيرف سابلاي عادي. احنا احنا قطعنا ال راديال نيرف في ال spiral groove لكن هما بيوصل لهم نيرف سابلاي من ال راديال نيرف فوق او قبل اصلا ما يوصل لال spiral groove. فبالتالي ال elbow extension مش هيتقصر يعني مش يحصل ال elbow drop. ليه عشان اللونج والميدل هيد اوف الترايسيبس لسه شغالين زي ما هما عشان بيجي لهم نيرف سابلاي من ال راديال نيرف طبيعي قبل ما يدخل ال spiral groove. ادي ال wrist drop ومعه finger drop. نفس الكلام مفروض ان دي ال ايد النورمة. لا هنا هتلاقي ان حصل wrist drop و finger drop. دي تلخيص اللي حصل اللي احنا شفناها كلها. اول حاجة احنا عارفين ان ال A B A B E hand دي نتيجة ان حصل medial nerve injury وان الكلاو hand نتيجة ان حصل ulnar nerve injury ويقولك ان ال wrist drop بقى و finger drop ومعه ال elbow drop لو حصل اه في الاكزيلا بيحصل في ال radial نتيجة ان حصل radial nerve injury. يعني ده مجمع دي مجمع عليك ال injury بتاعت three nervous. بيقولك بعد كده بقى هنتكلم عن كل برانش من من برانشات radial nerve لو حصله injury. بيقولك اول حاجة افكت لو حصل injury في البستيري في البستيري انتر اوسياس نيرف. طب بيصير انتر اوسياس نيرف دي يحصل له injury ازاي. قالك لو حصل فراكتشر حصل كسر في ال upper part او في ال radius. عظمة ال radius احنا قلنا هو بيلفة على اللاترال سيرفس بتاعتها عشان يرجع وراء. لو هو بقى هو بيلف كده عند عظمة ال radius كده او في ال upper part بتاعها حصل فراكتش ريت كسر عضمة ال radius القسرت هيحصل injury للبستيري انتر اوسياس نيرف. بيقولك اللي هيحصل بيقولك اللي هو هيحصل only finger drop. finger drop بس هو اللي هيحصل. مش هيحصل اي ولا wrist drop ولا هيحصل البودروب. هيحصل بس only finger drop. اهو هتلاقي ان الرست ازاي ما هو شغال طبيعي. الفنجرز مفروض واقعين. تحسنهم واقعين لتحت كده. حصلهم finger drop. اهم مفروض ان ده الطبيعي. بيقولك ان الرست شغال عادي بس فيه الفنجرز نفسها حصل لها drop. طيب. لو حصل injury لل superficial radial nerve. لو حصل injury لل superficial radial nerve. هيحصل loss لل sensation. هيحصل loss لل sensation بتاعي. احنا قلنا ان superficial radial nerve بيغزي مين؟ بيغزي الدورزل surface of lateral to third of hand. وبيغزي البروكزمال فلانجيز بتاعة اللاترال three and a half fingers. فيحصل لوس فيه. ده لو حصل injury superficial radial nerve. يعني يحصل لوس في المنطقة دي كلها كده. وباك اللي احنا قلنا بيوصل لحد البروكزيمال ما بيغزي مينوش دعه ولا بالميدل ولا ولا بالميدل ولا بالديستال فلانجيز هو اخره البروكزيمال. طيب. يبقى كده احنا خدنا ال radial nerve عرفنا الكورس بتاعه. وعرفنا ال two branches بتوعه. وعرفنا ال radial nerve نفسه لو اتقطع في الاكزيلا او عند ال spiral groove. ايه اللي هيحصل? وعرفنا ان كل branch منه لو اتقطع ايه اللي هيحصل? في الاخر انا مجمع لكم نهاية النيروس اللي احنا درسناها اللي هي medial nerve وال ulnar nerve والridial nerve. مجمعها لكم كلها بحيس ان هما لان يعتبر النهايات بتاعته متشابهة. او راحد medial nerve. بيقول لك احنا قلنا ان medial nerve بينتهي عن طريق ان هو بيدخل deep لل الفليكسور ريتناكلا. قلنا عن طريق الكاربل تانل. وقلنا ان في الكاربل تانل ده انه ممكن يحصل لكم بريشان في عملي الكاربل تانل سندروم. بيقولك ان ال medial nerve بينتهي ان هو بيدخل الهند بس ديب ليه الفليكسور ريتناكلا. طيب تاني واحد ال ulnar nerve بيقولك ان ال ulnar nerve ده برضو بينتهي انه هو بيدخل الهند بس سوبرفيشيال. يبقى ال medial nerve كان داخل octave deep لل貸 Alejandra Cranch. اما ال ulnar nerve داخل سبورفيشيال طيب تالت واحد. ال radius nerve. ال radius nerve انا اصلا بيتهيه وفق خالص ان هو بيتهيه في الفرنط وفي اللاترا ال ubicundine Vd Eric condiciones ان هو بيديني superficial terminal branch وي بديني deep terminal branch. وال ديب ترمينا بتوضح. ان احنا عارفين ان ال radius nerve هو بيتيهه هناeland والذي بيكمل ده لو هيكمل على الفرانت من قدام بتاع الفور ارم يبقى ده السوبارفيشيا لو بعدها يطلع على الباك لو كان هيكمل على الباك يبقى ده الي هو البرانش التاني الي هو الـ Deep اما الـ median nerve بيفضل يكمل ما يكمل و بيدخل ديب للفلكسور اتناكمل و يدخل للإنلاكتل وينتيكل. اما الـ alner nerve كان يعدي ويفضل ماشي لحد ما يمشي سوبارفيشيا للفلكسور رتناكمل وانا انه بينتيكل كسبارفيشيا الـ palmer arch كده عندنا الرسمات دي هتوضح لنا الكوتين والسبلاي بتاع كل نيرف في الاول احنا عارفين ان الميديا نيرف كان بيدينا بالمار كوتين والسنيرف او بالمار كوتين والسبرانش وده كان بيعمل سبلاي للاترال تو سيرد اوف البالم اوف الهند كان بيغزي التلاتة ونصف فينجر اللي ناحية لاترال اللي هما دول خمجقة الحافظ بتاع ذلك وكان بعدة كده عندنا النيرف كان بيديني 2 كوتين والسبرانش واحد اسمهบالمر كوتين والسبرانش والثاني اسمه دورزال كوتين، البالمار كوتين والسبرانش كان بيغزي الميديال ثيرد اوف الهاند اوف البالم اوف الهامц وكان هو. بيغزي الواحد ونصف فينجرز لناحية وكان الدورزل برانش او الدورزل كوتينواز برانش كان بيغزيلي الميديال سيرد او في الدورزم او في الهند بيغزي هو الميديال واحد ونصف فنجرز بس لناحية الدورزل ده كده الانور نيرف اخر حاجة الريديال نيرف ريديال نيرف زي ما قلنا ان هو كان بيديني برانش اسمه السبورفيشيال برانش ده كان بيغزيلي اللاترال تو سيرد اوف الدورزم اوف الهند كانوا بيتغزوا بي السبورفيشيال برانش اللي هو برانش من الريديال نيرف اللي هو كان بيغزيلي التلاتة ونصف فنجرز لناحية الاترال وكده يكون خلصنا الكوتينواز نيرف بتاع الهند اسكم بولم او دورزل بالنيرفز اللي احنا اخدناه اللي هما الميديال نيرف والالنر نيرف والريديال نيرف الصورة دي بتبقى مهمة جدا سكان الدورزم او سكان البولم لان دايما اي دكتور هيسأل فيها ان هو يقولك مثلا الجزء ده من الهند بيتغزى بايه الجزء ده بيتغزى بايه من الدورزم بيتغزى بايه وهكذا في الاخر برضو لنفس الصورة اللي احنا قلناها اللي احنا جمعنا فيها الانجريز بتاعت كل نيرف الا بي اي هند ده نتيجة ان حصل انجري في الميديال نيرف الريست دروب حصل انجري في الريديال نيرف والكلاو هند البارشيا الكلاو هند حصل نتيجة حدوث انجري في الالنر نيرف ده مكون خلصنا محاضرتنا انا عارفة انها محاضرة طويلة شويتين تلافة كده وانها محاضرة دسمة بس هو ده الاناتومي بتمنى اللي انا بكون قدرت ابسط لكم المعلومات المحاضرة وقدرت اللي انا اوصل لكم المعلومات اللي انتم محتاجينها بالتوفيق يا سنة اولى وبنا معاكو ومعا السليم اشتركوا في القناة